المهندس أستغل وجود حضرك معي وأسألك بس سؤالين أصعب صفقة عملتها في تاريخك؟ لا 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 بعيد عن النادي أصعب صفقة عملتها في تاريخ المهندس عدلي كوي شوف هي مش صعوبة إنما أطول صفقة بالتأكيد هم صفقتين اللي هو يعني كابتن أحمد حسن وكابتن محمد ورقا كابتن بركات من سنة تسعين وهو عنده 15 سنة وأنا بحاول أجيبه النادي الآن شوف بقى جيت سنة 2000 بعدها في 15 سنة ممكن في السكة وتصوب ورحل إسماعيلي سنة 91 كانت 91 من 91 وأنا بحاول أجيبه النادي اللي جبتها بعدها جبته بعدها بحوالي 13-14 سنة نفس الشيء كابتن أحمد حسن وهو مغاها وأنا بحاول أجيبه لكن طبعا وقتها كان الإسماعلاوي الرهيب السياسي الدهية القريب دكتور عب منع ممارة دكتور عب منع طبعا طبعا راح واخدوا مهدال إسماعيلي ومطلع لهم إعنات وبتاع بس ومبقى إيطوا القصص معروفة بقى يروح توركا روح بورا يروح أنا مش أسيبك أنا مش أسيبك أنا مش أسيبك أنا بزعشي بشوانس والله ما بزعش لازم ورح بقى بلجيك وخلصنا بقى هناك منك راح بندك الصحر بشوانس طب صط